مجلة عالم الدواجل تقدم نرحب في هذا اللقاء بالدكتورة إيمان المصري رئيس مجلس إدارة شركة آلي البيت لإنشاء مشروعات الإنتاج الحيواني والداجيني أهلا بحضرتك أهلا بسيادتك حضرتك أعتقد بتشاركي للمرة الأولى في المعرض أول مرة نشارك في معرض أجرينا بعد تجربتنا في معرض صحوري عظيم إيه انطباعك على المشاركة السنة دي في المعرض أجرينا؟ بصراحة هو المعرض ممتاز جداً وبيجمع مجموعة كبيرة من شركات خاصة بالإنتاج الداجيني والحيواني وشايفة بسم الله ما شاء الله يعني تفرف الأعلاف وشركات كبيرة مساهمة ودي حاجة كويسة وأنا بشرفني إن أنا شاركت في المعرض آه نبزة عن إنشاء الشركة تاريخ إنشاء الشركة ونشاطها بالزبط إيه في مجال الإنتاج لأن هو عنوان كبير قوي إنشاء مشروعات الإنتاج الداجيني والحيواني فأنا عريزة أعرف مجالات نشاط الشركة وتاريخ التأسيسي آه إحنا بالنسبة لنا في المجال الإنتاج الداجيني والحيواني من سنة 98 لكن كشركة تم تأسيسها باسم مؤسسة ألي البيت جاء سنة 2012 آه النشاطات بتاعتنا خاصة بالجال مزارع عشر سنة تقريباً آه مجال نشاطنا هو تأسيس المزارع الأرانب والسمان الخاصة بالدواجد السمان التفريخ آه الإنتاج الحيواني سواء كان الأغنام أو سواء كان التسمين العجول آه ودخلين على حاجة تخص الحلاب في استراض بعض السلالات آه واشتراكنا ببرنامج التحسين الوراسي خاص بوزارة الزراعة على أس إن إحنا نستورد مجموعة من السلالات لتحسين سلالات الأرانب عندنا في المزارع وآه وعلشان نعمل تجربة تانية خاصة بالجاموس الحلاب أو البعبكر الحلاب طيب يعني إحنا عايزين نتعرف على مكونات الشركة هل هي مجموعة مزارع وفي الوقت نفسه اللي عاوز ينشئ مزارع إنتو بتساعدوه من خلال الكواذر الفنية اللي موجودة في الشركة واستقدام الأجهزة والمستلزمات اللي بتحتاجها المزارع في رمئة وزد ولا إيه بالضبط؟ يعني إنتو بتنتجوا لنفسكم وبتنتجوا للجنجة ولا بتعملوه؟ يعني إحنا بالنسبة لنا عندنا المزارع الخاصة بينا دي في الماريوتية سقارة على كنين فتان المزارع فيها فرق بياض فيها سلمان فيها منحل فيها تربية أغنام فيها تربية الأرانب ويمكن إحنا أكتر حرصين على تربية الأرنب ده إن هي صناعة في الدول الأوروبية وإحنا بالنسبة لنا الحمد لله نكحين أو متفوقين أو في مجال الأرانب سلالات إيه؟ سلالات جميع السلالات اللي موجودة الشانشيلا الفلندر جانيت البلجيكي أغلب السلالات طبعا كلها سلالات مستوردة مش محلية موجودة الحمد لله رب العالمين عندنا إحنا عندنا شركة هي شركة إيمان المصري جروب دي شركة مساهمة أو بمعنى أصح إحنا مدخلينها كشركة ذاتة مسؤولية محدودة خاصة في مسجلة في هيئة الاستثمار مجرها فوان قطمية غير طبعا مؤسسة ألي البيت دي كشركة شركة تضاوم برضو مشهرة سنة 2012 عندنا شركة تانية باسم إيم جروب للديكوريشن دي خاصة بالديكورات اللي إحنا بنأسس المزرعة اي تزد يعني من أول السلالة البطاريات الأعلاف الأمصال برنامج الوقاية والرعاية المهندسين اللي خاصين بالمتابعة المتابعة الدعم الفني العمالة الفنية المتخصصة الدكاترة البيتاريين عاملين تجربة في زراعة المحاصيل اللي على فعل غير تقليدية عشان نشعل علف من غير الاحتياج للإستيراد عاملين تجربة في النباتات الطبية والعطرية وده عشان صناعة واستخلاص المواد الخاصة بالأدوية عشان نعمل أدوية بدون أي كيميكا عاملين فيه مشروع أساسي نحن بدئين عليه خطتهم من أواخر 2024 وهي مدينة التنمية الزاتية مدينة التنمية الزاتية هي مدينة زراعية صناعية وغريبة وهنا نهتم فيها بالتطوير الزراعي وليس بالتطوير العقاري بأغلب الاستثمارات ندور على المطور العقاري المطور السياحي لكن احنا دلوقتي نقول نفيش حاجة اسمها مطور زراعي ما شبت الشركة بتقول ان انا باعتمى بالتطوير الزراعي فاحنا هنا بندور على ان احنا نشتغل ان يبقى فيه زراعة وعليها صناعات متكاملة تقدر ان احنا نطلع منها منتجات تنفع للتصميم يعني هي بتوفر المواد الخام للتصنيع نعم نعم طيب حضرتك ده ما شاء الله مجالات متنوعة ومختلفة ويعني تسكن لها بتصب في نطاق التنمية مش شايفين ان ده يعني مشاغل متعددة او تخصصات مختلفة او او ليه مركستوش انتكو في حاجتين ثلاثة كنا الاول شغالين على الارنب بس وبعد كده لقينا ان احنا فيه اوقات بيبصح بالارنب قليل ابتدينا نشتغل في انواع التسمين خاص بالكتاجيت والفراخ فبقينا خلصنا الى الفراخ البلدي المشعرة الفراخ البلدي المشعرة ايه المشعر زي اللي هي اللي فها تهجينات ما بين دقي وميزة البلدي المهجن المهجن اللي هو بمعنى اصح البلدي الاحمر ده مش احمر لا هو غير يعني ما بين الساسو وما بين الفرخ البلدي الخوف اه عمق تهجينة تدي وزن كويس وفي نفس الوقت تدي انتك بتكويس بحيس ان انا بعوض نقص الوزن في البلدي وهنا بالفعل احنا انه هنا النهاردة في المعرض بنعرض منتجاتنا كلها اللي احنا جايستخلص معه واشتغلنا بيه من ضمنها كان البيض وكان عليه سحب عالي جدا لدرجة ان احنا ما كفناش احتياج الناس النهاردة طيب الطاقة الانتاجية بالنسبة للدواجن وبالنسبة للبيض عدد العنابر والطاقة الانتاجية للبيض حاليا بالنسبة للارانب بألف اوم بالنسبة للفراغ البيض خمس تلاف خمس تلاف بيضة؟ خمس تلاف فرخة فرخة والانتاج البيض؟ المتقصد بحضر التمانين في المية اه انتاجية يومية تمام يعني مدودة الاربع تلاف او اربع تلاف وقت بيضة في اليوم؟ اه في اليوم اه عظيمة وبالنسبة للعدد العنابر عندنا حوالي خمس عنابر في المزرعة اللي هي في السقارة تسمين؟ اه خاصة بالانتاج الداجيني عموما وعندنا مجموعة مفرحات اه منطلع البيضة من عندنا ومندخلها منطلع الكتكوت الكتكوت بيتم عمليات التحضين ثم التسمين ثم انه يقهل ان يبقى فرخة بيوت جميل يعني انتو عندكو انتاكو ذاتي في الوقات نفسو اللي عاوز ينشئ مزرعة الدواجن انتو؟ ينشئها له على ثقة لان اصول الامهات من عندنا وبالتالي فانت الفرخ اللي طالع من عندك فهو طالع وانت واخد جميع تحصيناته ففيه ثقة في انك وانت بتطلع منتج بتطلع حاجة يعني العميل اللي هياخد المنتج ده ما يبقاش يعني ضيع فلوسه يعني ان انت دلوقتي مع غلاء الاسعار مفيش امكانية ان حد يضيع فلوس في هالك او تتحطي في مكان غير سكر بتاعينا النهاردة انا باامن المستهلك او باامن العميل من استثمارات الزائفة من الغش التجارش يعني وبنديهم بسعر المزرعة حتى المنتجات بتاعتنا بسعر المزرعة الاسعار بتاعتنا الحمدلله رب العالمين اسعار اقل من السوق اللخوم اقل من عشر لعشرين جنيه في كيلو الفراخ او البط اقل لخنسة جنيه في كيلو طب البيض النهاردة احنا طلعنا بمية واربعين وفي السوق بمية وسبعين جنيه طب الكاتكوت بقى اللي هو سعره بقتبرق اليوم الكاتكوت عندنا برضو اعلمهم برضو كام يعني مثلا احنا لما كان الكاتكوت عامل سبعتاشر احنا طلعناه 15 جنيه حاليا هو حاجة بخمسين لا انا نتكلم مش في الابيض باتكلم في البلد اه في البلد اه البلد المشاعب ده اولا هو البلد المهكن على دوق ارباع او على جميزة اه هو ده اللي احنا بنتطلعه سعره كام عندك؟ سعره مثلا بيتطلعه حوالي 15 جنيه حلو اول اه غير اللي احنا يعني احنا بابنبعش بنفس سعر السوق نهائيه نفس الحكاية منتجات العسل برضو نفس الحكاية سعره اقل من سعر السوق اه الزيت اللي احنا ماخدين مزارة زيتون بنعصر منها وبناخد بنعمل تبع العصار اللي موجودة في وضعات الزراعة بنطلع منتجات بردولينا اقل من سعر السوق فدي حتى في في الحاجات الخاصة بالاعشاب ان احنا عندنا قاعدة في النباتات الطبائية عندنا ناس متخصصة في لانت سكير يعني المعنى ايه ان احنا عايزين اي حد في يعمل مزارة يعمل مزارة متكامل اه اه المفهوم الغربي للانتاج المتكامل اه احنا احنا انا بالنسبالي عايز اركع عيش الفلاح القديمة اه 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 يعني احنا من ساعة مسجد الناس عيش الفلاح القديمة صحية واحنا حلنا الضهر صحية ابتدينا نجور على الارض فالارض بيت صحر وهكذا طب لو رجعنا ان احنا نرجع للفطرة الطبيعية اللينا والسراعة نهتم بيها باعتبرها الشريان الرئيسي للتنمية في مصر وال التربية يعني احنا التربية نفسها لأ يعني انا كان حدي بيكلمني بيقولي التربيح الصناعة قالوا لي طب ما دعي يوفر عليكي ان ننسي الزكور ما تقولش اكدر قلتولهم احنا عشان دورنا على المال رقم واحد احنا نسينا الفطرة اللي ربنا خلقنا عليه صحيح وبالتالي ما عليش حق يعني ما نزعلش لما نخسر صحيح طموحات حضرتك لمجموعة الدكتورة ايمان المصري في الفترة القادمة مش مجموعة ال البيت بس مؤسسة البيت من خلال مجموعة شركات الدكتور ايمان المصري خلال المرحلة القادمة توسعات اللي انتو بتفكروا فيها ايه الاسواق اللي عايزين توصلوا لها؟ ايه والله احنا بقاطرة اللي فاتت في مهرة صحاري ممكن تعرض علينا بعض المساهمات في السعودية النهاردة تعرفنا على ناس من السنغال وأوغندا عايزين يعملوا الفكرة بتاعت مدينة التنمية الزادية عندهم في البلاد بتاعتهم وقالوني اقل اسكيل قد ايه فقلت لهم حوالي خمسين فدان نقدر نعمل مجموعة مشروعات ننامي فيها مشروعات صغيرة من كل المزارع دي على المساحة دي نشغل فيها اكبر قد من الإمالة ونقل الحجم البطال فعن يقدر ان احنا كله يشتغل في حاجة يفهم فيها نحسن استخدام الموارد الطبيعية اللي موجودة عندنا ونحسن استخدام الموارد البشرية بنتمنى لكو دواما التوفيق والنجاح ونشوفكو بقى في السنوات القادمة من نورين المعرض ومن نجاح لنجاح بإذن الله يا دكتور إيمان شكرا جزيلا